هذه المرة وعلى خلاف كل مرة لم يعد الخلاف بين الغرب وإيران جزءا من موسيقى العالم يدور حوله الحديث منذ مدة طويلة كما قالت ذات مرة صحيفة الاندبندنت البريطانية الحرب الكلامية والتصريحات النارية من الجانبين وصلت ضروتها وباتت منطقة الخليج والشرق الأوسط تنتظر بين الفينة والأخرى نهاية اللعبة المنعرج الخطير في هذه الأزمة لم يؤشر له تهديد إيران بغلق مضيق هرمز حيث يعبر 35% من النفط العالمي المنقول بحرا فحسب ولا المناورات العسكرية التي أجرتها إيران على مسمع ومرأة من جيرانها القريبين والبعيدين على حد سواء وامتدت لتصل إلى مدخل البحر الأحمر في خليج عدن وإلى خليج عمان قد يكون وزير الخارجية الوسي سرغي لافروف الأبلغ في تشخيص حدة الأزمة عندما قال إن فرض عقوبات إضافية ضد إيران ليس له أي علاقة بضمان التزام إيران بوقف الانتشار النووي بل يهدف بشكل كبير إلى خنق الاقتصاد وإرادة الشعب وربما إثارة حالة من الاستياء الشعبي قد تكون إيران فهمت أن الحرب ضدها قد انطلقت فعلا وفي شكل خفي وأن المعادلة الجديدة في الأزمة هو خنق إيران اقتصاديا من أجل الإجهاز على طموحاتها النووية من هذا المنظر رأى علي أكبر صالحي وزير الخارجية الإيراني تصريحات وزير النفط السعودي حول استعداد المملكة لرفع إنتاجها من النفط على أنها إشارات ليست ودية خلف جدار التوتر بين إيران والغرب تتفاعل أيضا ملفات مفخخة منها الخيار الإسرائيلي بضرب المنشآت النوبية الإيرانية كذلك أمن الخليج وأمن الاقتصاد العالمي وتغيير النظام في سوريا نقاشنا يبدأ الآن دكتور مصطفى أبدأ معك هل نحن فعلا بمأزمة حقيقية اليوم أم بعض بلونات اختبار كما يراها البعض لا تتجاوز إلا أن تكون تصريحات إعلامية رغم أنها شديدة اللهجة حيث سأعتمد على عامل الأساسي أولا مدى المقاطعة شراء النفط الإيراني إلى أي مدى ستكون فعالة إن كانت فعالة في إيران ستندفع باتخاذ إجراءات قد لا تكون عقلانية فالقطوة الأولى هي القطوة التي تقولها الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي اليوم في محاولة إيقاف جميع صادرات النفط الإيراني فإذا تمت هذه ستواجه إيران أزمة كبيرة وفي أوقات الأزمات إيران قد لا تتصرب بشكل حكيم لكن الحقيقة يجب اختبار قدرة إيران على إقلاق الأمن في المنطقة حول هذا بالتحديد أود أن أسأل دكتور خطار في باريس دكتور لماذا هذه الأزمة بالتحديد بين الغرب وبين إيران هي مختلفة عن المواجهات السابقة وهل هناك فعلا خطورة تهدد الأمن والسلم للعالمين كما قلت هذا الملف طالب منذ 2002 حتى اليوم أصبح كأنه مسلسل كأنه لعبة وهناك حروب كلامية بين فينا والأخرى كما قلت لكن منذ 2003 استفادت إيران من تطورات الأوضاع بشكل كبير فالحرب الأمريكية على العراق كما أفغانستان أزاحت من ضرب إيران الطالبان ونظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين مما خلق لها مساحة استراتيجية تمتد من أفغانستان لتصل إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط وإبان كل هذا الوقت زادت إيران من قدراتها الباليستية والعسكرية وهي الآن بصدد السيطرة على ما يسمى دورة الوقود النووي أي إنه إذا أصدر المرشد قرارا بتصنيع القمبلة النووية مع التطور التقني والتكنولوجي والتخصيب الموجود الآن في طهران يمكن خلال أشهر الوصول إلى ذلك من هنا جرى التصعيد جرى التصعيد عبر عقوبات اقتصادية أكثر إيلاما ولكن أتى الرد من طهران بأن أي حضر للنفط يعني إجراء حربي ضد إيران ومسألة النظام السوري وهو الحليف الكبير لطهران في الأقليم تقلق طهران من هنا كانت ردود الفعل حول مضيق هرمز وهي أما أن تكون مقدمة للتفاوض كما رأينا في رحلات علي صالحي وكذلك علي لرجاني إلى أنقرة تفاوض هل يكون جدي أو غير جدي هل يكون هذا اختبار قوة جديد تعودنا حتى الآن الوصول إلى هافة الهاوية في هذا الملف دون الإنجرار أبعد من ذلك طيب نقطة مهمة كنت تحدثت عنها دكتور خطار وأود أن أحملها إلى دكتور محمد عباس في القاهرة دكتور هل باتت إيران بحسب كل التحليل وبرأيك قادر على إنتاج قنبلة نووية وهو بالتحديد ما جعل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي الآن جعلهم يسرعون إلى خنق إيران اقتصاديا لخنق طموحاتها النووية لا أعتقد أن إيران وصلت إلى أو أصبحت قريبة من امتلاك الكنبلة النووية أنا أتصور أن المقربة الأكثر ملآمة لهذا الوضع هي أن إيران تريد أن تمتلك الكدرة على امتلاك الكنبلة وبالتالي عندما تريد سياسيا أن تمتلك الكنبلة فتمتلك الكنبلة يعني هدف إيران هي أن تمتلك الكدرة وليس امتلاك الكنبلة في حد ذاتها أنا أتصور أنه لا يمكن الإجابة بنعم أو لا على فكرة أن إيران يمكن أن تمتلك الكنبلة قريبا أنا أقول أن هناك مؤشرات تشير إلى أن إيران تحاول فعلا امتلاك الكدرة على امتلاك الكنبلة النووية خاصة بتهديداتها الصاخبة بمحو دول مثل إسرائيل بتدمير مصالح أمريكية في الخليج وغيرها وعدم التعاون بشكل أكثر شفافية مع مطالب المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الزرية أيضا إخفاء بعض المنشآت مثل منشآت فردو إيران أعلنت عنها في عامين الماضيين بعد أن علمت أن أجهزة استخبارات غربية كشفت الموقع وبالتالي هي تحاول إخفاء بعض المواقع وهذا يشير إلى أن هناك نوايا خفية لدى إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي في كل الأحوال أنا أتصور أن هناك مخاوف جدية من جانب أو اعتقاد جدي من جانب الغرب بأن إيران تحاول امتلاك الكمبيلة النووية وأتصور أن ذلك هو الذي دافع الغرب الآن إلى رفع مستوى التصعيد مع إيران والدخول في نطاق العكوبات التي يمكن أن تؤثر على إيران خاصة ما يتعلق بالمجال النفطي والتعاملات المالية الإيرانية ممثلة في البنك المركزي الإيراني الغربي متأكد تماما أن فرض عكوبات أكثر شدة على هزين المجالين هو ربما الذي يمكن أن يؤثر على قرار إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي دكتور مصطفى عقوبات أقصى على إيران من أي وقت مضى كيف ستكون ردة الفعل وخاصة أنها تمس ما تسميه إيران خطا أحمر وهو النفط وتصديرها للنفط وتعتبر بعض الأوساط الإيرانية أن مثل هذه العقوبات عندما تمس بالنفط كأنه إعلان حرب نحن لا نعتبر بالخط الأحمر الإيراني نحن لا نعينا خط أحمر وهو امتلاك إيران للقوضة النووية واللجوء للوسائل غير العسكرية يجب أن يكون فعالا لمنع العمل العسكري بالنسبة لمنطقة الخليج نحن مهم أن نحاول تجنب العمل العسكري لهذا السبب أن وسائل غير العسكرية الضغوط الدبلوماسية المالية الاقتصادية لم تنفع لعقود هذه المحاولات الدبلوماسية والسياسية مع إيران وبالتالي هل وصلت ربما إيران إلى الحافة إلى ربما مرحلة لا يمكن أن تتعامل بها مع منطق ومع كل المجريات الآن في المنطقة الفترة التي مضت أنا شاركت فيها عدة محادثات في هذا المجال كان على أمل أن إيران تتوقف اختياريا أو توقع البروتوكول الإضافي لليسمح في عمليات التفتيش بشكل حرية الأمل فقد الآن بشكل كامل مجموعة متضرثة تحكم إيران الآن وهناك تصميم كامل على امتلاك القدرات النووية بغض النظر أن إيران امتلكت قدر نووية بالنسبة لمطقة الخليج لا يوجد فرق أن هناك قنبلة موجودة في حاضرة للاستخدام أو قنبلة مجزعة ويمكن تصنيعها فبالنسبة أن لا يوجد فرق بين امتلاك إيران للقدرات النووية أو امتلاك إيران للقنبلة النووية الموقف الخليجي موقف واضح أنه إذا كنا صادقين في تجنب الاختيار العسكري إن كان أمريكي إن كان عسكري إن كان مشترك بأي صفة يجب الضغط على إيران اقتصاديا هذه الوسيلة الوحيدة بعد التجارب العديدة ظهر أن الوسيلة الوحيدة للضغط على إيران هي إيقاف إيرادات النفط طيب دكتور خطار ما هي ردة الفاعل المتوقعة لكل هذه العقوبات الأخيرة هل تتوقع أن هذه المرة بالتحديد ستعطي أكلها من وجهة النظر الغربية أولا أوافق الدكتور العاني على مسألة الوضع الداخلي الإيراني لكن من مقاربة أخرى الآن نحن أمام مزايدات أيضا على أبواب الانتخابات التشرعية التي ستجري في إيران فإذا نجح ربما الطيار الأكثر اعتدالا بين المحافظين بقيادة علي لاريجاني يمكن وهو الذي كان الأمين العام لمجلس الأمن القوم يمكن أن يعود للتفاوض بصورة أخرى علها تقنع الغرب بنوايا أخرى للجمهورية الإسلامية لكن حتى الآن حسب فهمي للمجريات هناك فريق ضمن الحرس الثوري يقول بالمعركة الاستباقية ويحاول أن يوتر الأوضاع داخل الخليج كما حصل مع القوارب التي اقتربت من السفن الأمريكية وهذا أي حادث عرضي من هذا النوع يشكل الخطر الكبير أي بعض المرات الحرب بالصدفة أكثر خطرا من الحرب المتعمدة من ناحية أخرى ما بين المرشد وبين الرئيس أحمد نجاد وبين كل هذه الأطراف والحرس الثوري هناك إذن ليس هناك فعلا وحدة في الموقف كاملة حيال الإجراءات التي يجب أن تتخذ ولذا هناك مزايدة يمكن أن تشوش أو تجعل الموقف الإيراني أكثر ضبابية ويمكن لإيران أن تذهب بعيدا عبر ردود أفعال ليس بالضرورة داخل الخليج ربما في العراق ربما على الجبهة السورية اللبنانية علينا أن نتوقع كل ذلك في فترة صعبة بيد أن القوى الأخرى ترى أن هذه العقوبات يمكن أن يكون لها مفعول إيجابي في حال انعكس ذلك على الوضع داخل إيران وأصبح هناك للبراغماتيكيين أو للمرينين للوقعيين صوت أقوى يمنع الوصول إلى الصدام طيب دكتور محمد عباس ضغوط كبيرة على إيران تزايدت في خاصة الأسابيع الأخيرة تعتبر قاسمة وخانقة بالنسبة للاقتصاد الإيراني عقوبات طبعا اقتصادية وديبلوماسية اغتيال لعلماء الذرة في إيران وانتخابات بعد أشهر هل كل هذا يؤدي إلى التآكل الداخلي الإيراني برأيك؟ بالطبع أنا أعتقد ذلك يعني حسب مقالب بعد وسائل الإعلام البريطانية الحرب بدأت ضد إيران يعني هناك معامليات اغتيال لعلماء النوويين الإيرانيين والعملية التي طالت الدكتور روشين كانت هي الرابعة من نوعها خلال عامين وكانت هناك عملية خميسة فشلت لكن أنها تقدم مؤشر على أن هناك طرف يريد أن يتم تخريب المنشآت النووية والبرنامج النووي الإيراني أيضا العقوبات التي مفروضة على إيران تصعيد رفع مستوى العقوبات على إيران معناه أن هناك توجه نحو إدعاف إيران وبالتالي تسويت أزمة الملف النووي في المستقبل أيضا انتشار فيروس تاكسينات داخل البرنامج النووي الإيراني الذي أدى إلى تدمير أكثر من ألف جهاز طرد مركزي داخل منشآت ناتنز كل ذلك يؤشر إلى أن هناك تحرك جدي لإنهاء هذه الأزمة مع إيران التي طالت وأثرت على الموقف الغربي أنا أعتقد أن ذلك مقدمة لفرض ضغوط أكثر شدة على إيران من أجل إقناعها بتقديم تنازلات رئيسية وملموسة في ملفها وأنه خاصة ما يتعلق بتجميد عمليات التخصيب والتعاون بشكل أكثر شفافية مع الوكالة الدولية للتقديم أود أن أضيف سؤال قبل أن نذهب إلى